السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز الثمارين 32 صحة 22 من الكتاب المدراسي المفيد في الرياضي إذن قالوا نفس السؤال هنا أنا أحطف الشكل أعطلنا O M أعطلنا عفول O A أعطلنا O B أعطلنا O C أعطلنا المسافات وقالوا نفسها الرغم واحد أنشئ النقطة D عن المستقل الوصي بحيث O A على O B أعطلنا O C على O D إذن 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 هنا نقطة D أعطلنا هذه المعطية كتبينية مبرانة 3 المباشرة هذه O A على O B أعطلنا يعني نسبة إذا نقول لدينا هذه نسبة يعني ونحن نشئ النقطة D هذه فهذا يعني إذا كتبت O A على O B أعطلنا O C على O D هذا يعني أن المستقيم A C يوازي المستقيم B D الأحساب مبرانة 3 العكسية لماذا؟ لأن النقطة O A C المستقيمة أو O A B هي المستقيمة فهذا ترسيل ونحن نقطة O C D يجب أن تكون من المستقيم D من المستقيم O C إذا كتبت O C D هي مستقيمة ولكن هي مستقيمة وكتبت تحقري العلاقة O A على O D كتبت O C على O D على حساب مبرانة 3 العكسية سيكون المستقيم A C يوازي المستقيم B D وعيدة قالوا لي أنشئ النقطة D على المستقيم O C يعني سيكون O C D مستقيمة نقطة مستقيمة وعلى لدينا O A B مستقيمة وعطونا النسبة O A على O B كتبت O C وعلى O B كتبت وعلى O D طبيعية الحالة سيكون أدلها إذا فهذه شابهة أو هذه العلاقة هذه هي علاقة تشبهة المبرانة المباشرة التي سنستغلها في مبرانة 3 العكسية التي ستعطينا أن المستقيمين A C كيوازي B ها ستعطينا A C كيوازي B لدينا O A على O B كتساوي O C على O D والنقاط O A وال B وأ وال C وال D نقطة مستقيمة مستقيمة في نفس الترتيب ونفي هذا الترتيب في نفس الترتيب ونفي هذا الترتيب في نفس الترتيب إذا حسب مبرانات طاليس الأكسية ستعطينا ستعطينا المستقيم C كيوازي مستقيم بد هذا يعني شو كي يعني هذا يعني أن مستقيم المر 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 من B ويوازي أصي يكتع أصي يكتع في نقطة حسنا إذا لن نسمع المستقيم مر B ويوازي أصي ف لن نسمع ب ويوازي أصي نسمع المستقيم مر ب وننسمع أصي 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 ونسمع أصي هو نسمع المستقيم الموازي الأصي مر من B ها مر 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 أصي هذه المقطة في المقطة أصي هي المقطة د أصي 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 باستغلال مباراة طريس العكسية نمشي السؤال الثاني السؤال الثاني طلبوا مننا نحسبوا المسافة أصي ثانيا إذن بس حسبنا المسافة أصي غن ناخد النسبة لي الطابل لدينا أصي على أصي على أصي على أصي يعني أن أصي 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 70 مليمتر في أو سي كتساوي 50 مليمتر على أو آر كتساوي 40 مليمتر وبالتالي غنحسب غد يلقى أو دي كتساوي 98 مليمتر كتساوي 98 مليمتر حساب الأسهل غد نتبشي هنا السفر مع السفر تبقى سبعة سبعة على أربعة تقرر كتساوي 60 مليمتر ونتبشي هنا السفر مع الساوي الرحيم اللي بغيتو اسمعنا بالحقصة. في الرياضيات ما خلوش يحطناها يعني. يحطنا شي حاجة مغير الرياضيات. هو التواصل اللي يكون بين كلمة والتلميذات. في الرياضيات فقط. على الرقم صفر ستاة نعم وشتين ستاة وثلاثين تلاتة وربعين تناشر. وعفاكم ما يجبكم بخير فعلوا الجرس اللي هيصلكم كل جديد عبر اليوتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.